هذا سلمك الله إبرازة جديدة لكتاب سبق له من طبعوه وهي الطبعة الثانية لهم تداركوا فيه وهو كتاب عن تفسير من كثير هذا الآن عندنا يعتبر على هذا الإبرازة الثانية من أصح الإخراجات والإبرازات للكتاب الموجودة حتى الآن والسبب فيها أنهم تداركوا ثلاث أشياء جاءوا بنسخة تامة أخرى من دار الكتب المصرية وكانت مهمة ما كانت معهم في الطبعة الأولى آتوا بها وين كان يقول استدركات قليلة لست بكثيرا في هذه الطبعة استدركوا بعض المواضع والثاني استدركوا كامل الأخطاء صحة وكامل الأخطاء الموجودة في الطبعة الأولى والثالث أنهم قاموا بعمل فهرس علمي مستقل زادوا مجلد كامل وهو المجلد الثامن الذي هو هذا عندنا سنأتي إليه بعد قليل لاحظوا حسن الكتاب بتفاصيله طبعا بالكلام بالمقدمة طبعا الكتاب هو الكتاب العنواني حسن تنسيتنا في حين التفسير القرآن العظيم ليما بيكثير رحمه الله وهو تفسير مشهور مشهور بتفسيره بيكثير طبعا أصل الكتاب العمل كان بدأ عليه فضيلة الشيخ أبو اسحق الحويني وبدأ يخرج إلى الحديث لكنه كعادته في إطالة النفس وتتبع العلاء والروايات والرجال وشيء من ذلك والشواهد والمتابعات لكنه أطال طلعوا جلدين ثم استفقلوا الباقي كمية سيخرج فعرضوا أن يشتغل على الكتاب أخونا الحبي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حكمة بن بشير ياسين وهو عالم متخصص في التفسير أصلا وله جربة وصناعة في مسألة مجال سانيدة للتفسير وشيء من ذلك فقام واختصر المجلد الأول الثاني الذي اشتغل عليها بإصحاب ومع ما بقي ثم بعد ذلك أتم الكتاب على تحقيق علمي لكامل الكتاب وراجع هناك أصول خطية ورجعوا إلى عدد من الأصول الخطية بعضها نفيس جدا جدا نفيس حسن طبعا هي مشكلة كتابها ترى أن ابن كثير كان عنده ويتعاهده بالزيادة والشطبط تختلفت النسخ والمخططات النسخ موجودة في أنحاء العالم وهي تجد فيها يعني تجد اختلافات اختلافات فمن اعتمد على النسخة الفلانية والفلانية هذه فيها نقص وكانت هي البرازات الأولى والثانية وبعض من الأخيرة المشكلة ما هي مقيدة ما تعرف متى الأخيرة ومتى آخر شيء ولهذا لا أرى أن هناك مطعن على من قال هناك شيء استدرك لأنه طبيعة الإخراجات طبعا هم أخرجوا على عدد من النسخة الخطية النفيسة جدا وأخرجوا الكتاب مع الخدمة العالية يا حسان طبعا أشرف على طبعه بفريق العمل والمراجع الذي قام عليه أخونا الحبيب فضلة الشيخ سعد بن فواز السمير وهو صاحب دار ابن الجوزي أصلا لاحظ يا حسان معي طبعا القطع الكبير هو اللي يناسب المطولات محدام نقول لي أخوه لهذا لكن لاحظ يا حسان مثلا شوف اللي خراج الرائع هذا من أخواننا في دار ابن الجوزي يأتون مثلا إلى الآية اللي هي محل التفسير ويضعونها داخل الإطار لاحظ ملونة باللون الأحمر والإطار بالأخضر ولاحظ الكتاب كاملا مشكول وملون والخدمة العلمية موجودة فيه تحت الكتاب هذا الهوامش الخدمة العلمية كامل الكتاب بهذه الطريقة فيها الخدمة العلمية التي تليق بالكتاب والذي كان يحتاجه من الحكم على الآثار والحكم على الآثار الشيخ حكمة بشير السون يقول أنه من أميز ما عمله في هذا الكتاب لأنه يرى أنه من الضرورات لكثرة ما يروي من الآثار طبعا كثير عالم كبير وهو يحكم ويتعقب ويستدرك طبعا هذا المجلد الأول الكتاب خرج كنا فيه ثمانية مجلدات المجلد الثامن يضافه في الطبعة الثانية فهارس علمية تسعة عشر فيهرسا يا حسان لهذه الطبعة الثانية رائع جدا جعلوا اللي يقام على الفيرس أخونا الحبيب فضيلة شيخ أنس بن محمد بن عبد الرحمن ويس أخونا الشيخ أنس وفقه الله في التسعة عشر مجلدا إيش فعل حسان وهذه من حقائق أحيانا حتى فارس تحتاج إلى لمسة تفن لاحظ ما يا حسان يعني ليس فقط مجرد مثلا ما تكلم عليه من الحديث ابن كثير في كتابي الجرح والتعديل للرجال ما ذكروا من الإجماعات ما تعقب فيه واستدرك لاحظ ما يا حسان مثلا يأتي لك بالحديث اللي ذكره ابن كثير ويذكر لك هو إشقال نقده ما يقول لك يعني بس يذكر له الحديث وراجع الموقع ما تدهي إشقال تحتاج مرائع لا هنا مختصر ما قال قال غريب جدا قال ليس هذا حديث ابن كثلان كامل الكتاب يعني لو قرأت الفهرس لوحده ستخرج بفواد علمية أن كان في الرجال لأنه ينقل لك قوله واختياره وإن كان في الآراه بدون الانتقال إلى نفس موطن بدون الانتقال إلى الأصل يعني وفقهم الله الكتاب طبعا عن صدرات دار من الجوزي وهذا الثامن هو الفهرس العلمية نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال